انفاق عثمان رضي الله عنه على جيش العسرة انفق عثمان بن عفان رضي الله عنه نفقة عظيمة على جيش العسرة ما سمع بمثلها قال الإمام الذهبي لم ينفق أحد أعظم من نفقة عثمان رضي الله عنه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النفقة العظيمة من عثمان سر سرورا عظيما وقال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده حسن وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بثمانية آلاف درهم وتتابع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في الإنفاق لتجهيز جيش العسرة فلما رأى المنافقون هذا الإنفاق من الصحابة رضي الله عنهم أخذوا يستهزئون بهم فإذا أنفق الغني قالوا عنه مراء وإذا أنفق صاحب المال القليل ولو بصاع قال المنافقون إن الله غني عن صاع هذا فهكذا كان موقف المنافقين المتخاذل فأنزل الله في المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم تخلف عدد من الصحابة الصادقين عن غزوة تبوك بغير عذر وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم ومن أولئك كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية رضي الله عنه ومرارة بن الربيع رضي الله عنه وأبو لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه وغيره